بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على نبينا الكريم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله كيما وعدكم اخواني اخواتي في الفيديو السابق وعدكم البارح قلت لكم بعد ما يكملوا الاجتماع ان شاء الله ويحطونا البيان راح نجي ونقرها لكم فيها خير اخواني اخواتي تفائلوا خيرا فيها خير بحول الله والميلف بتاع النقل هدروع لي راح نجيكم بنقطة بنقطة تابعوا معايا الفيديو للاخر اخواني اخواتي باش ما تراضي وش حتى حاجة وما تنسوش تديروا جام وبرتاج مع احبابكم واسحابكم نبدأ وعلى بركة الله شكرا للجميع بيان مجلس الوزراء ترأس السيد عبد المجيد تبونا رئيس الجمهورية القائد الاعلى القوة المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الاحد 24 افريل 2022 اجتماع لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمتابعة والمثادقة مشاريع قوانين معروض تخص قطاعات الطاقة الصناعة الاتصال والنقل والموارد المائية والامن المائي بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية والاستماع لعرض الوزير الاول حول حصيل نشاط الحكومة في الاسبوعين الاخرين وجه السيد رئيس الجمهورية الاوامر والتعليمات والتوجهات التالية في قطاع الاتصال امر السيد الرئيس بتنظيم القطاع من خلال سن قوانين منفصلين يتعلق الاول بالصحافة المكتوبة الالكترونية والثاني بالسمع البصري تعريف الصحفي المحترف بدقة في كل التخصصات الاعلامية وكذا المهن الملحقة بالقطاع فتح المجال امام المهنيين باشراكهم في النظرة التجديدية وارساء قطعة مع مقاييس المشهد الاعلامي السابق اخلقت العمل الاعلامي وفق القيم الاعلامية العالمية والاخلاقية المهنة بخصوص قطاع الطاقة شدد السيد الرئيس على ان يراعي مشروع استغلال الزنك والرصاص باميزور بجاية معايير الجودة في الانتاج وفق المعايير البيئة المطلوبة دمج اليد العاملة المحلية المؤهلة خلال مراحل استغلال المشروع لامتصاص البطالة سمحوا لي خاوتي لي ما يفهموش العربية الفصحة ما نقدرش نترجملكم وما نقدرش نوضحلكم بسكورة حالية الحل وراني راح نحط الميدة تعيتي على الفطور بخصوص قطاع الصناعة بعد عرض موحين حول مختلف المشاريع الاستثمارية التي رفعت عنها العرق التي وصلت مجموعها إلى 858 من إجمال 915 مشروع بتسجيل تقدم في 15 مشروع إضافيا جديدا ألحى السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في محاربة البطالة من خلال تحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة استغلال أمثل للعقار الصناعي الموجود واسترجاع غير المستغل منه لفائدة المستثمرين الحقيقيين وضع نظام صارم للاستفادة من الامتياز العقار الصناعي والفلاحي بخصوص تعزيز الرحالات الدولية تحسبا لموسم الاستياف أمار دور الجالية الجزائرية أمار الرئيس الجمهورية وزير القطاع بالشروع في مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاستياف لفائدة الجالية الوطنية بشكل يحفز وينشط التوجه نحو شركات النقل الوطنية الحل الفوري والاستثناء لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين حتى لا تكتكرر مع الحجاج مراجعة النظام الهيكلي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وطريق تسيرها بما يتماشى والمقاييس العالمية إلى أهمية بالغة للوضعية المهنية والاجتماعية للطيارين والتقنيين والجزائريين العاملين في مجال الطيران يعني وش قالهم على بخصوص الرحالات الدولية تحسب لموسم الاستياف أمار الرئيس قالهم يعني باش تراجعوا الأسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاستياف يعني قالهم تراجعوا الأسعار قبل الموسم تاع الصيف فعلى خوتي خوتتي هذا وش قال على عملية النقل يعني ملف النقل بخصوص قطاع الموارد المائي إن شاء الله فيها خير خوتي ذك وزير النقل إن شاء الله يزيد خرجنا بيان من الوزارة هكذا يتكلم على هكذا يتكلمنا على الرحلات على زيادة الرحلات إلى غير ذلك بخصوص قطاع الموارد المائية والأمن المائي أمار السيد الرئيس وزير القطاع بمباشرة تحقيقات معمقة في طبيعة استهلاك المياه في كل المجالات لإعداد استراتيجية وطنية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك تفرق بين الاستهلاك الفرد العائلي والاستهلاك المياه لأغراض تجارية تكثيف المراقبة ومتابعة المتورطين في سرقة المياه بتسليط أشد العقوبات عليهم كون الماء مادة حيوية تدعمها الدولة عرض حول انتشار مرض الاستقلاب الخلوي ونقص المناعة بين المواليد الجدد أمار السيد الرئيس وزير الصحة بالتكفل المجاني من قبل الدولة ب373 طفل مريضا باستقلاب الخلوي ونقص المناعة عبر 18 ولاية وذلك بتوفير المكملات الغذائية والأدوية والترخيص للصيدالية المركزية باستيراد الأدوية والمكملات الغذائية الخاصة بنظامهم العلاجي وتوزيعها أمار السيد الرئيس وزير الصحة بالتكفل بالأمراض النادرة في الجزائر وذلك على عاتق الدولة التنسيق مع الجمعيات المتخصصة في الأمراض النادرة لإبقاء حالة المرض النادرة تحت مجهر الدولة لكشفها مبكرا ومتابعتها ودراستها بهدف محاصرتها والتقليل من انتشارها وقبل اختتام الجلسة صدق مجلس الوزراء على عدد من الاتفاقات والقرارات الفردية التي تضمن تعيينات في وظائف عليا في الدولة واختباتي هذا هو قرار صيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اليوم في الاجتماع اللي داروه اليوم هذا هو القرارات والتعليمات اللي تخذوها اليوم اخوتي اخوتياتي نقول لكم هذه هي يعني نحبيت نبارتاجه معاكم هذا والقرار وان شاء الله تفائلوا خيرا وتجدوا خيرا بحول الله واش رايح نقول لكم اخوتي وزير النقل ذكما عليه غير يفضح يخرجنا بقرار عفون يخرجنا بقرار باش يزيدونا في الرحلات وباش كما يقولوا يفتحوا وجهات اخرى ويطيحونا وينقصونا في التذاكر كما ذكر الرئيس يعني على لسانه وعلى الاوامر اللي اتخذها سرته الاسعار اللي راهي الناس بكل تشكي منها وخاصة الجالية الجزائرية تعنا باللي كاينين بزف اللي ما قدروش يدخلوا البلاد على جال الاسعار غالية بزف ما قدروش الناس اللي غالب يعني راهي وصلت الاسعار حتى الكاينين دي بخوموا بالصح لي بخوموا وميش على الرحلات كاملين كاي اللي ما تلقاش لي بخوموا كاي اللي ما يعرفش يدخل الانترنت اللي ما عارش يحوس لازم نحسنوا العون لازم يحسنوا عوننا ونقولوا ان شاء الله خير وتفائلوا خير خارتي مبقى لنقولكم غير صحة فطوركم وبقىوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة